السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كورений باقلي . ان شاء الله في الفيديو ذا هنتكلم عن شابطر سبعة. الشابطر سبعة بتكلم عن حاجة اسمهاっちゃليجزم. الشابطر هتأليعي عندك باسم ، في الكتاب. ان شاء الله ه Via بك. صعب ان انا امشي علي الكتاب everywhere . انا هامشي على اجزاء م procedment الموجودة. اللي هي الاجزاء الرئاسية اللي هي في الشابطر . وفيديوهات الانترنجانس برضو هتبقى على سبيل المثال برضو نفس الحكاية همشى على المين بوينتس بتاع كل الشافتر بحيث انت تعرف تحل بفينك الأسئلة الأسئلة اللي على الشافتر المعيد اللي هعمل عليه الفيديو مشاوظة وطبعا موضوع جانتوكالالجوريزم موضوع مهم ومهم انت تعرفه كطالب سي اس اول حاجة ايه اللي هنقوله في الفيديو هنقول ايه هو جانتوكالالجوريزم وايه اللي خلاهم ديسكوفر حاجة زي كده وفي نفس الوقت الحاجة التالتة اللي هي الحاجة المهمة اللي في الفيديو ده اللي هي اللي هي ازاي ايه اللي حصلت او اللي حصلت اللي هنقول عليها اول حاجة بيقولك هو ودي حاجة يعني لازم ان تعرف ان هو زي الدي فيس وزي البي فيس احنا اخدنا سيرش قبل كده بس في حاجة مهمة المفروض تعرفها وممكن تيجي في وممكن تلاقي عليها سئلة ان انت الجانتوكالجوريزم مش بيجيب بس مش بيجيب بس مش بيجيب التطور الطبيعي اه هو بالضبط بيحاكي عملية التقاصر بتاعة الهيومن وهنشوف ازاي دلوقتي هو بيحاكي عملية التقاصر بتاعة الهيومن اه من خلال برو جراميج اه بعد كده بيقولك يعني الاختيار بيتم علي السي اه دي حاجة كده ان جنرال احنا هنوضع الحاجات دلوقتي في القدام في السليت بيقولك النشر سليكشن اصارتو في السليكشن او فيتستان فيديوال اه وبعد كده بيقولك اللي هي اوفيس بيرنج اللي هي تشيردرن او اه او تقريب للشيردرن بالنسبة لو تكلم عرب رو داكشن اللي بيحصل في الهيومن في الانسان بيقولك بتورس الكاركتريستيكس واندول بي ادتون كل الجنرشن بتعمل ادتون الجنرشن اللي بعدها بعد كده بيقولك ان البيرنس دي لو بيتر فتنس بيقولك برضو او الشايلد بتاعهم بيبقى برضو اه اه عندهم ان هما سيرفايفينج ان انت طبعا بيحصل انت تراندم اه اه كتير جدا ومش كلهم سيرفايفينج يعني مش كلهم بيحصل عليهم الاختيار بيقولك لو البيرنس اه عندهم اه عندهم تشانس اعلى ان هما سيرفايفينج اه بعد كده بيقولك بيقف عند لحظة معينة وهنشوف دلوقتي الالجوز نفسه بيقف عند لحظة معينة اه بعد كده بيقولك ان انت تقدر تجيب سيليوشن كتير وفي نفس الوقت تختار بس زي ما قلتلك مش بيجيب 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 ودي حاجة مهمة جدا وممكن يجيب عليها اه بعد كده الحاجة التالتة اللي مفروض نتكلم عليها في الفيديو ده اللي هتبقى بالفيديو برضو اللي هي الخطوات اللي بيتم عليها بيقولك ان نجاتك الالجوز بيتم علي خمسة اول فيس بيقولك ان هي انشاء ان انا هكاريت اه بيبليوشن هكاريت هنشوف دلوقتي يعني انشاء بس باختصار ان انا هكاريت حلول للمشكلة بتاعتي بعد كده هعمل حاجة اسمي عمله فتنس فانكشنamm ودي بتختلف من ببروبلم لبروبلم يعني في برابليم بيبع فيه فتنس فانكشن معينة ودي مش صميها يعني ان اوا الفيديوهن اللي هي بتختار بها ان هو وكلام ده هنطبحها شوية قدام فالصلايد بعدكده قد تاعمل فيتنس فانكشن بيبقى فيه حاجة سيليكشن بتبقى تخطار boysfrink على حسب الفيتنس فانكشن منشوف دلوقتي اه بعد كده بيبقى فيه افصل حاجة اسمها دي بتنوع بتاع الوفيس برينج بمعنى انا دلوقتي اعملت اه فيه اوفيس برينج طلع من بيرتس. اه مسلا نخليه كده. ومسلا نغيره اللون. خليه لابني مسلا. فالكروس اه فالكروس اوبر. اذا مش مشكلة. نعمل وحخليه يعني خلينا في دي. حسن اللي بجانب بعض كده. فالكروس اوبر اللي بيحصل في الكروس اوبر دي مسلا بتبقى لابني. بياخد الكاركتريستيكس من يعني ما نعتبر دورة بيرتس. فبيحصل اه بياخد الكاركتريستيكس مسلا من اه الكروسومز ده ده اسمه كروسومز. هنا بتبقى ازرع وهنا العكس بديهبقى احمر مسلا. بس طبعا ده مش بيحصل في دول. يعني احنا مفروض ان نبلد كروسوم جديد. بلون مختلف المفروض اصلا عن الاحمر والازرع ده. خليه مسلا. اه الاول اه انا بس عشان عايز اوضحها لك. يعني انا اقول الرسم ده عشان بس عايز اوضح لك اه ازاي العملية دي بتتم. اه بعد كده نعمل نفطر لون جديد. بالزبط بيبقى لون جديد زي كده. وبيبقى احامل اه بتاعة اه الاب سواء كان اه احمر وازرع. احمر وازرع. اه وده اللون الافضر ده هو ادماج اللونين دوله مع بعض مسلا. ده الكروسوفر وهنا دولوقات هنشوفه انا بس عايزة بينهولك اه برسمة مسلا. اتمنى تكون فاهمتوا دولوقات من الخلال الرسم. اه بعد كده في اه اخر حاجة اللي هي الموتشن. الموتشن دي مهمة جدا. اه دي اللي بتخلي الايجوروزم يفضل شغال. يعني ممكن ايجوروزم يضوبك يشتغل مسلا ويقف. او اتنين ايجوروزم ويقف. فدي مهمة جدا الموتشن وهي الطفرة اللي بتحصل في الاوفيس برينج. اه اه انتكلم عن نيشن بوبولوشن بقولك نيشن بوبولوشن استمد لو انت عندك اكوشن زي كده. اتنين اي تر بي عزق بي سواء خمسة وسبعين. اه خمسة اه سبعة وخمسين سوري. فبيقولك يعمل اه في لازم اه. بعد كده نقدر نكتب الاكوشن دي. بالشكل ده. اه بتاعت البي. بحيث اه يديني الخمسة سبعة وخمسين. اه ستيب واحد. في الانيشن بيبولوشن. بقولك ستيبس دي اه ستارت وز جيسنج نيشن ست. او في اي وفي بي. طبعا الانيشن ست دي بتبقى راندوم. من اه من رينج معين مسلا بيختار بينهم راندوم رقمين رقمين. وبعد كده ايقودش اه اه مي او مي نوت انكلود زي او. يعني ممكن يكون اه في اه الكيسنج الاولاني مفيش او الاو بيست فاليو اللي انا اه هاختره. اه بعد كده بقولك سيست اه. اه. اوركولد اه. اه. وهنشوفها دلوقتي اه. اه بتفصيل اكثر. يشمع اي نشي ميزي بيبولوشن. اه من هنا ادار نقولنا البرو سيس بتاع اه. انا نشي. اه انا نشي. اه قوي. اه. اه قوي. اه. بيجنزي. اه. اه إنت اه لو انت جيت تلاحظت هنا طبعا الا والبي هي فالدنبر يعني هي ارقام مش اه يعني مش هديك او سالب انفنت هي ارقام فالد وكلها بس طبعا احنا عايزين اللي هو يديني السبعة وخمسين. طب بيقول لك هي اه في اللي نشأل بباليوشن انت بتجيب سلووشن كتير بس طبعا مش هو بس سلووشن. اه بعد كي بيقول لك انا اه زي ما انت شايف في الصورة هنا قبل ما اقول الكلام النظري ده الصورة هنا الجين هو البيت الواحد من الكرموسوم يعني البيت دي اه 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 اسمها جين ولو انت اه اعملت اه اه اكملات او جمعت البيت دي مع بعض ده اسم الكرموسوم ولو اه اه جمعنا الا واحد والا اتنين والا تلاتة والا اربعة ده اسمه السكان. او الريزولت اللي انا طبعه. ده مهم انت بعرفو. اه 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 جينا قرآه هنا بيقول لك اه بعد كده انترمز هو الباب يقولك ده طبعا اه بقولكتبا اه بنتباع بانر بيتنزير وواحد اللي هي قصدوبها الجين وبعد كده بيقولك لو انت عملت انتباع انتباع كرموسوم يعني لو جمعتهم بتباع كرموسوم. اه الايرخام الي احنا طلعناها حالا في السرعة الي هى مثلا اللى هى بتوقع الأول بي بتعبر بروبل متاعاتنا ان انا انا اريس اجيب بحتى الائكويشن التطلعها النتج اللى هو سبعة وكمسين فبنادا عليه الفيتنس فانكشن الى هي اللى بتتيلي I how with the individual الي انا طلعتهم الاركام الي طلعتها براندر للاول بي هى هي مناسبة لها او لا اطبعا الكلام ده مهم ان انت تفهمه بحيس ان انت مستحقا تحفظوا نظري ان الامتحان اه جاي اختياري فانت مش محتاج تحفظ النظر انت بس محتاج تفهمه. اه فبيقولك. اه بيقولك. اه زي قبلتي وفاين. اه دي جاي. اه دي جاي. بيبقى فيه لكل او لكل حل. من اللي انت طلعتهم. بيبقى فيه سكور معين. وبقولك. البرابيولك دي. اه هي اللي بنانا عليها هانا اختار هل ده هيكمل وعلاء. هنشوف دلوقتي ازاي هيكمل وعلاء. دي في حاجة اسمه. اسمه. اه اسمه بيقولك بعض النتج اللي طلع من اه من النيشن بباليوشن بيوديه للفيتنس فانكشن. والفيتنس فانكشن دي. اه بنانا عليها هنا بسيليكت بقى على حسب الفيتنس العالي. انا باختار ان الجينز دي هتكمل معايا للنكست جينريشن دي اللي هي تبقى بيرانس للجينريشن اللي بعد كده. اه بعد كده بيقولك. اه بعد كده اه رابع خطوة كروسوفر اه هي تبينها في رسمة لو انت عندك كروموسوم زي كده احنا اقول انه خلاص ان دي اعتبر كروموسوم وده اعتبر كروموسوم فكروسوفر بعبارة عن انت بتحديد معينة من خلالها انت بتقلب اه كل البيت اللي هنا بتحولهم لها بمعنى بتعمل الزيرو دي هتبقى واحد لو انها مسامحين كده وصعب طلق كده الزيرو هتبقى واحد ولحنا هتبقى زيرو لغاية البوينت اللي انت بتحددها اه بيقول لك ازا موسطة اه سجنفش اه سجنفش اه سجنفش اه سجنفش اتفاس اتش او بي ميتد اكروس اوبربوينت ادتشوزن اتراندم فروم اه اه بعد كده بيقول لك ان انا في المسال ده مختار ان هي تبقى عند سري عند تلاتة عند تلاتة انا بقلب اه كل البيت باخد البيتس عند اتنين بحطها في اي واحد والبيتس اللي عند اي واحد بحطها في اتنين اه ومن خلال كده بيحصل اوفيس برينج الوفيس برينج زي ما قلنا اما انطلز اvocروس اوفر بوينت زي جيت اللي هي البوينت اللي انا محددها راندم مش بتبقى ثابتة او انت ممكن تحددها اه بعد كده لو جينا شوفنا هتلاقي بعد الاكستشينج اللي حصل هتلاقي اهeremos صورة بالمنظر ده اه حصل الاكستشينج اي اه اه بي اي فاي فو اي ستة اه وفيهم واحد 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 والاكستة بفيها زير وزير وزير اه بعد كده دي صورة بتوضح الكروسوفرينج فنمنا اللي بتحصل لو انا عندي كرومسوم زي كده بيحصل كروسوفر زي مما عملنا في الرسمة هنا كرومسوم اللي كان كله ازرق بياخد من الكرومسوم التاني اللي هو عمل كروسوفر معه والكرومسوم ده بياخد برضه شوية خواس من الكرومسوم اللي عمل كروسوفر معه اللي هي الحتة زرق اللي هنا واللون الاحمر واللون اللي هنا ده اه بعد كده خمس فيز اللي هي الطفرة. الطفرة دي اه بتبقى يعني انا مسلا لو اه اندي كوموسوم اه ومليان بيت زيرو واحد بيتس اه زيرو واحد اه سوري انا اقول لهم افروض زيرو واحد زيرو واحد واحد اه زيرو واحد فانا بختار بيتس معينة واعملها يعني ايه في لب يعني من زيرو واحد او واحد لزيرو. هو ده الموتيشن او من خلال الموتيشن انا بقدر اه انوع بحيث ان انا عملته ممكن يحصل اه كونفيرج. كونفيرج يعني فيش جديد في طبعا ما فيش جديد كلا يحصل او الالجوروز ما يقف. اه فبيقول لك في الموتيشن اه سبجيكتد تو اموتيشن. اه تعالي نشوف الصورة الصورة بتقضي حكتر. بيقول لك مثلا انا اخترت سري بيتس دول. بيحصل لهم موتيشن. ده بيحصل اه بيفور موتيشن قبل التفرق وبعد الموتيشن. اه بخلق اه كروموسوم جديد وده من خلال ده من خلال اه الموتيشن الالجوروز ما يفضل شغال. اه بعمل فيليب للبيتس المعينة اللي هي اه واحد زير وزيرو بيتزير واحد واحد. اه دي اطبر خمس فيس. اه اه انا طبعا داشرح الشابتر بتريع بستراكت بس انت لو فهمت اللي انا بقوله هتلاقي الاسئلة برضو جايه بتريع بستراكت يعني الاسئلة مش جايه في بنك الاسئلة مش هتلاقيها جايه في اه ديبلي في الشابتر نفسه. لا اخيها جايه بسرعة بستراكت زي كده بظبط. انت لو فهمت دول اه ان شاء الله تقدر تحايلوا كل اسئلة على جيناتك. اه في البنك لا اسئلة او اسئلة جات يعني عالجناتك. اه بعد كده بيقول لك بيحصل عشان يحصل تنوع وعشان برضو بيقول لك بيرفينت اه كونفيرج. كونفيرج يعني خلاص ان اه اه بيتكول لها شابعة بعض. فخلاص الالجوزن بيقف عند الحتة دي. الترميشن. احنا اطبر قلناها الترميشن بيحصل لما لو لو بيبليوشن حصل كونفيرجن. بمعنى اللي بيطلحها من قطر يعني انا اه زي ما انت شفت في المسالة بتاعت الاي والبي. انا بافضل اخلق اه 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 رقم معين للاي والبي. فلو فضلت الرقم دي تطلع هي هي. فخلاص انا ساعتها هوقف الالجوزن بتاعي لجناتك الالجوزن بيقف. وساعتها هيبقى فيش سيليوشن غير من دولة اللي طلعوا. واختار منهم البيست سيليوشن. حتى لو ما فهمش اه بيست او بيست او بيومتر وسيليوشن انا اختار منهم. فعشان كده بنستخدم المويتشن. المويتشن بتديني برضو اه تنوع في في الريزولت التعطي. اه ده كان اخر فيديو. ده يعتبر يعني ان انت فهمت ده هو ده جناتك الالجوزن شغال ازاي? بصورة ابستراجت. يعني مش اقول لك ده ديبلي اللي شغال اه لا واللي شرحوا شابتر. الشابتر شرحوا ديبلي يعني شرحوا اه داخل في تفاصيل كتير. فانا انا شرحت قولك بصورة ابستراجت بحيث ان تقدر تحل وان شاء الله تقدر تحل اي سؤال على جناتك لو انت فهمت اه الفيديو ده كوي سواء فيديو ايه مدتقل ايه لا بذن الله. اه طبعا لو عندك اي سؤال اي حاجة عايز اه عايز اه عايز اه اشرح معينة في الانتليجنس ابعت لها على الميل او او اه اه لو عندك عايز اه تقول لي في داك معينة على الفيديو اه او بيه نصحة ستقولها لي. اه ابعت لها جوجل فورب. اه اخيرا بالتوفيق طبعا جميعا اتمنىكم التوفيق جميعا بإذن الله بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله